ولكن مع اول توقف ادي ابراهيم بيلعب كورة خطيرة عند استانلي بيقفل بشكل جيد وتزيدها جول 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 عملها استانلي وحلو يا حلو استانلي هو الحل استانلي هو الحل في الدقيقة 35 بيضع اول الاهداف الزومبي استانلي اللاعب الناجيري من اول تمريرة حلوة من محمد ابراهيم يقفلها ويقطمها استانلي وتزديدة تزديدة بالقدم اليمنى ولكن بص شوف الحكاية وبص شوف التزديدة على يمين الغرباوي كنت لسه بقول الحل واستانلي هو الحل في الدقيقة 35 مشاهدين الكرام بعد تمريرة حلوة من محمد ابراهيم ومهارة استانلي بتتكلم وتعبر وتمدفع الاهداف بيدرب مشاهدينه في الدقيقة 35 ويعلن عن تقدم الفارس الابيض بهدف وطول الملعب ولكن خطأ من حسن فاتحي ادي تمريرة امامية وترئيسة حلوة يا ولد ودي كورا جول 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 عملها اتشنبونج عملها اتشنبونج بنفس الحكاية بالكربون يا حبيبي بالكربون بالكربون بن جميل اتشنبونج يعمل ترئيسة حكاية ويحط اول اهداف الرواية لفريق الداخلية بعد تمريرة حلوة من اسويسي بن جميل يعمل ترئيسة لعلي جبر ويحطها لحظ التقدم الشناوي علشان يعود يعود اتشنبونج بفريق الداخلية في الدي اربعين ويضع هدف التعادل وتزبح النتيجة مشاهدينا واحد الداخلية واحد نادي عزة مالك واحد واحد وحلوة الحكاية بنفس الاقدام وبنفس الفكرة وبنفس المهارة الحلوة الافراقية ايضا اللاعب الغاني بن جميل اتشنبونج يرد على المهارة الفردية لستانلي ويضع هدف التعادل وكأن الاقدام الافريقية في لقاء الداخلية والزمالك مشاهدينا لازالت هي التي تتحدث حتى الان في هذا اللقاء عشر اهداف لاتشنبونج وخمسة لستانلي ومية تمانية واربعين هدف لللاعبين الاجانب واصبح اصبح عندنا حتى الان ستمائة هدف ودي كورا هاتو خدوة لكن التو وحشة المرة دي من ابراهيم دونجا بيعمل ترئيسة حلوة ودي تزديدة ولكن تزديدة بالقدم وبص شوف القدم اليسرى على شمال احمد الشناوي بتضع اول وتاني الاهداف في احداث هذا اللقاء علشان تعلن عن تقدم الداخلية في بداية الشوت الثاني مشاهدينا اتنين واحد على نادي الزمالك في هذا اللقاء لقاء قوي لقاء سريع تقدم فيه وعمل فيه الكامبار فريق الداخلية اللي كان متراجع بهدف بعد ان تقدم استانلي في الديئة ستة وتلاتين عاد اتشنبونج وادرك التعادل ومع بداية الشوت الثاني مشاهدينا الكرام احمد سمير فرق بيضع اهدافه الشخصية وتاني اهداف الداخلية اتنين واحد وتقدم الداخلية على نادي الزمالك هنشوف ردة الفعل من الفارس الابيض ايه لكن اهداف حلوة جول جول يعاني 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 عملها علي جبر عملها علي جبر بالجبر وحساب المسلسات المرة دي بضربة راسية من البرج العالي ليه القلعة البيضاء والدقيقة 57 بتعود بالفارس الابيض الى اجواء اللقاء من كورة ركنية لشي كبالة هدية يعود علي جبر بالفرحة الزمالكوية من جديد ولكن بص شوف البرج العالي بيعمل ايه ما بين اقدام الغرباوي معدية وريحة في الركن البعيد الهادي علشان يعود الفارس الابيض الى هدف التعادل من جديد وتزبح النتيجة اتنين نادي الزمالك اتنين الداخلية اتنين اتنين وهدفين لكل فريق في مباراة مصيرة وصهرة رمضانية جميلة بتجمع ما بين الفريقين الفريقين لحوار القمة والقاع والبحث عن المقعد السالس نادي الزمالك عايز يحجز المقعد السالس في بطولة الدوري الممتاز تالت الترتيب بينما الداخلية عايز يهرب من المركز التالت تالت الهابطين شي كبالا بيتقدم وعدوز لمكان خطير ودى العرضية معدية مرة تانية وسامة اول التبديلات ولكن العرضية يطلع على طول من الالب حسام عبد الجواد اتشنبون المزعج الخطير وخرج حسني فاتحي ونزل اسامة ابراهيم في اول التبديلات بتاعدين اناسيو اشتركوا في القناة